ما هي المخاطر المرتبطة بالاعتمان المالي؟ الضمان البنكي وخطاب الاعتماد الاعتمان يقلل من خطر التخلف عن السداد الاعتمان هو أداة مفيدة ولكنه يعمل فقط إذا كنت تفعل كل ما هو صواب خطأ صغير أو توقيت خاطئ يمكن أن يقضي على فوائد الاعتمان سأريكم ما يمكن أن تتعرضوا له وكيف يمكنكم منع حدوث كارثة مالية إذا كنت تعتمد على ضمان في الدفع فإنه يجب عليك التأكد من استفاء كافة المتطلبات قبل الدخول في الصفقة يجب عليك فهم جميع الوثائق اللازمة والتأكد من أن لديك كل الأوراق الضرورية يجب أن تخطط لإتاحة الوقت الكافي لمهلة الضمان يجب عليك أيضا التأكد من أن وكيل الشحن الخاص بك يمكنه أن يوفر جميع الوثائق اللازمة في الوقت المناسب إنها ميزة أن يكون لديك علاقة جيدة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين معرفة أين تكمن مخاطر التأخير يجب عليك أيضا العمل مع البنك الصحيح الذي يمتلك الدراية من أجل إعداد جميع الوثائق في الوقت المناسب معرفة كم من الوقت يحتاج البنك الذي تتعامل معه للتدقيق في الوثائق بما في ذلك وقت الترجمة يجب أن تعرف أيام العطل للمصارف المشاركة رتب جميع الوثائق المطلوبة معا لتضمن تنفيذ الضمان حتى أن الأخطاء الإملائية أو الاختلاف بالصيغة يمكن أن يتسبب بمشاكل يرجى ملاحظة أن هناك عددا قليلا من المصارف في سويسرا لديها الخبرة والدراية الكافية في مجال الاعتماد الدولي من أجل التعامل مع ضمان مالي دولي ناجح إذا كنت تبحث عن أفضل مصرف في سويسرا لمعاملات التمويل التجاري ارفع سماعة الهاتف والتصل بي اطلب 0041-44212-4404 أعرض لكم البنوك المناسبة لرفع عملك إلى المستوى الأعلى كون ثرياً وابق ثرياً أتمنى لكم يوماً جميلاً اشتركوا في القناة